لماذا باشتيل يا فنا؟ محطة باشتيل أولاً كانت الأرض بتاعتها مملوكة للسكة الحديدة وكانت أرض فضية بتقع في مكان متوسط ما بين رمسيس والجيزة بين كل منهم أربعة كيلو تقع في محافظة الجيزة اللي تعتبر بوابة لصعيد مصر تعتبر منطقة التقاء خطوط السكة الحديدية الرئاسية في مصر هو فعلاً اسمه مثلث باشتيل أسوان اللي جاي من أسوان واللي رايح القاهرة والاسكندرية واللي رايح اسكندرية عن طريق المناشي والأباري وخطارات البضايع الرئاسية في مصر كما أنها مسلث التقاء المحاور الرئاسية في منطقة الجيزة مثل محور الفريق كمال عامر محور أحمد عرابي الجديد محور ستة وعشان يوليا طبعاً وقربها من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المشروع كله فدن مساحة وستين فدان المحطة فقط بمجتملاتها سبعة وخمسين فدان بإضافة إلى جراش ومسجد بمساحة ثلاث أفدنة كان لازم فننعمل تكامل ما بين وسائل النقل المختلفة بالإضافة إلى خطوط سكك الحديث الثلاثة الموجودة في خط مترو الأنفاء الخط الثالث وصل لحد المحطة مونريل غرب النيل وصل لحد المحطة بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي سواء البي أرتي الكهربا أو موقف نقل الأقليم موقف نقل عام مش عيد كتير فننبقى شكل المحطة ده مبنى المحطة الرئيسي ده مدخله من ناحية المطار مدخله من ناحية الفريق كمال عامر مدخله من ناحية السودان الكبرى المعدني اتعرضنا له في الفيلم الأرصفة 11 رصيف 3850 متر طولي أرصفة سواء للوجه الإبلي والمناشئ أو أرصفة البضايع بهول المدخل الرئيسي الهرم الزجاجي مدخل كبار الزوار صالة كبار الزوار بوابة لصلاة التذاكر مفصول عن المدخل تماماً شبابيك حجز التذاكر مكنات حجز التذاكر الإلكترونية بالإضافة للشبابيك مكتب الإستعلامات بوابة التفتيش والكشف بوابات التفشيش والكشف عن الحقائب بوابات دخول وخروج الركاب للأرصفة مش أي حد داخل المحطة يفعلنا ما يخش على الرصيف فيه ناس بتخش المحطة متعقامة ومكشوفة بالأجهزة سواء على الفردة أو على الشنطة اللي معها ولكن عشان تخش على الرصيف لازم يكون معاك تذكرة وتعدم البوابة الإلكترونية بهول المول التجاري منطقة المول التجاري بالدور الأرضي بالدور الأول بالدور الثاني غرفة المراعبة المركزية فيها ألف ومتين كاميرا شايفة كل ركن وكل مكان فيه المحطة بالكامل بورشها بمولادها بجراشاتها دور بدرون جراش ورش المحطة فنم عبارة عن ورشة جرارات بطاقة إصلاح 24 جرار ورشة عربات بطاقة إصلاح 140 عربية في اليوم في نفس الوقت مبنى إداري للورشة فيه المخازن والعمال الإدارية للورش مباني خدمية وفنية وأهمية طبعا محطة كاربا ومحطة وقود ثم مغسلة واحد واثنين من عشرة كيلومتر طول أنفاء سيارات ومشاه بتربط المحطة بكل الشوارع والمحاور المحيطة بها وفيه عندنا نفأ واحد للطوارئ واصل من شارع الفريق كمال عامل إلى شارع المهندسين ولكن لا يستخدم إلا شارع السنان المهندسين ولكن لا يستخدم إلا في حالات الطوارئ الجراش متعدل الطوابع في المكان هو المسجد في المكان المواجه للمحطة الجراش ألف ومئة سيارة طبعا هيبقى فيه مترددين كتير جدا حوالي 250 ألف راكب يومين هتردد على المحطة فكان لازم بالإضافة للجراش اللي موجود في بدروم المحطة اللي بيسع 250 سيارة كان لازم نعمل جراش متعدل الطابق آخر يسع ألف ومئة سيارة عشان ما يبقاش فيه أي زحام موجود في المنطقة المحيطة بالمحطة الجراش طبعا ليه بدروم ثم مسجد خمسمائة مصلي ثم منطقة للحافلات أو محطة للحافلات بتسع حتى خمسين اتوبيس وميني باس سواء للأقاليم أو لكل أنحاء القاهرة الكبرى في منطقة السمالية فنم على عشر أفدنا في اتجاه المهندسيين على شارع السودان مساحية عشر أفدان فيها عشرين برج جار إنشاؤهم دلوقتي سكن إداري تجاري طبي المحور الثاني فنم من المحاور الرئيسية في تطوير السكر الحديد هو البنية الأساسية إنشاء خطوط سكر الحديد جديدة تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة لربط المواني الجافة والمناطق الروسية مع وضع خطوط مع خطوط السكر الحديدية نربط المواني الجافة كلها مع خطوط السكر الحديدية في مصر فكان لازم نعمل خطوط جديدة أو وصلات جديدة لربط العشر من رمضان بالروبيكو والربط السادس من أكتوبر بالمناشي ثم اسكندرية والقاهرة والربط السادات بالمنوفية وكل شبك السكر الحديدية في مصر عبر خط كفر راولي السادات اللي إن شاء الله بإذن الله ساتك هتشرفنا بفتاحه النهاردة بالفيديو كونفرنس الخط يا فني ده طوله 38 كيلو في أربع محطات ثلاث محطات منها للركاب لخدمة القرى ومدينة السادات نفسها ومحطة شحن بضايا عملاقة تليق بمدينة السادات الصناعية وده أول خط السكر الحديدية بالمناسبة يتعامل في مصر من 30 سنة ترجمة نانسي قنقر